اشتركوا في القناة الحوار النهاردة أستاذنا شائك الناس ما بقتش فاهمة إلى أي جهة تتبع الأندية هل هي تبع الوزارة هل هي تبع اللجنة الأولمبية لائحة استرشادية تم ألبط عنها من وزارة الرياضة ومن اللجنة الأولمبية وما بقاش حد فاهم الناس اللي في الشارع مش فاهمة يطار اللايحة دي في المصلحة يطار اللايحة دي في الوقت الصحيح ما بقاش حد فاهم لماذا تم إصدار لائحة الاسترشادية بسم الله الرحمن الرحيم في البداية احنا بنتكلم على نتيجة قانون 71 قول لي ايه حال استرشادية للجنة الالمبية دي نتيجة ايه هي المقدمات عشان نعرف النتيجة لازم نشوف المقدمات المقدمات بتقول ان اعدنا سنتين تجميط قانون 77 ل75 في لبند الانتخابات اعدنا نطالب بهذا القانون منذ سنوات طويل قعد يتسوف في القانون لغاية مجينا ما بين عشية وضحاها قال لك القانون طلع وقدامكم ست شهور تعمل انتخابات وثلاث شهور تعملوا جمعية عمومية عشان الغاية كلها من القانون اللي هيتعمل ان احنا نعظم الجمعيات العمومية طب على اذنك ما بين عشية وضحاها دي نقطة مهمة جدا يعني لم يتم دراسة الموقف بشكل احترافي ولم يتم دعوة الاندية المنوطة وبعدين انا بتكلم على المؤسسات انا بصدر هذا القانون من اجل ادارة المؤسسات من اجل مساعدة المؤسسات ومن اجبرها النادي الاهلي النادي القرن انا بتحدث في قناة النادي الاهلي عن النادي الاهلي ولكن ايضا هناك مؤسسات اخرى دي نا ادنية الزمالك عندنا الاسماعيلي عندنا الاندية الكبيرة اللي لها تاريخ ولها شعبية هل يصح ان انا اصدر هذا القانون او قابدت فيه دون الرجوع الى الاندية الكبيرة والمؤسسات الكبيرة وعلى رأسيها النادي الاهلي يعني انا ينفع فيه اسبانيا اصدر قرون من غير المروح استشير ريال مدريد وبرشلون اقول ان ده القانون ده اصلا في مصلحتك تعالى نفترض حاجتين نفترض حسن النية وسوء النية اذا افترضنا حسن النية فهذا ليس من الادارة من شيء اذا افترضنا سوء النية فهتدخلنا في حاجات كتير هناك بعض الدلائل عليه اولا كان هناك قانون معد تماما ومنتهي قبل ان يمضي الكابتن طهر ابو زيد ودي وزير الرياضة السابق وكان هذا القانون معد من قبل جهابذة القانون وجهابذة الادارة وجهابذة الرياضة انا لي دايما جملة اقولها باخدها من شارلي دي جول رئيس فرنسا سألك ان السياسة اكبر من ان تترك للسياسيين وانا بقول من وجهة نظري ان الرياضة اكبر من ان تترك لبعض الرياضيين او بعض الناس المتشدقين النهاردة انت قعدتني سنتين من غير قانون مع العلم ان ده خطأ انت جمدتلي القانون سبعة وسبعين لخمسة وسبعين وهذا منافع للقوانين القانون يجمد او يلغى بحاجتين اما إلغاء صريح بإصدار قانون زي اللي حصل واحد وسبعين لالفين وسبعتاشر او ضمني ان انت تعمل قانون يخالف القانون القديم طب انت السنتين اللي انت قعدتني من غير قانون انت قعدتهم لازاي يعني انت النهاردة جاي في المادة الستة في القانون اللي هو الفين وسبعتاشر بتقول يلغى سبعة وسبعين لخمسة وسبعين يعني النهاردة تلغى قانون سبعة وسبعين لخمسة وسبعين يوم واحد وتلاتين مايو الفين وسبعتاشر طب السنتين دول بتعمين لما انت تسيب لي مجالس الادارات فوق مدتها سنتين وجاي النهاردة المجلس ادارة زي النادي الاهلي او الاندية اللي ما اكتملتش بتقول له خد بالك ده انت في ستين يوم اذا ما عملتش انتخابات ده انت هتتحل واجب المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي هم اللي هيدروا لك النادي يعني انت سايب اندية فوق مدت لاربع سنين سنتين فبابا ده طبيعة يا فندم ما هو ده طبيعة يعني الواحد بيفاجأ باتقرارات دي واحنا المفروض ان احنا داخلين في مرحلة كبلد انا بتكلم كمصر تمام احنا داخلين في مرحلة وبنشوف مؤتمرات للرؤية ومؤتمرات لي ازاي نقدر نطور الهيكلة بتاعت الدولة ازاي نقدر نطور الدولة بكل جوانبها هل ده يا صح؟ يعني هل من الاصدارات دي بحارتك بالضوابط اللي في ستين يوم وبين عشية وضحاها رجعها تاني هو ده اللي هيتطور مصر الامام؟ مهنت هنا افترضت حسن النية انه هم المقصد التطوير لما تعد 40 سنة في قانون وتيجي تقول في ستين يوم او في ثلاث شهور في ستة اشهر تعمل الانتخابات وفي ثلاثة اشهر تعمل لجمعية عمومية ده انا عايز اقول لك على حاجة مهم عشان ما نخشش في التفاصيل لان دائما الشيطان يختبئ في التفاصيل المادة الرابعة من القانون 71 ودي اللي أنا مستغربه بصراحة اللجنة الولمبيئة المصرية بتضع ليحة استرشادية للنظم الاساسية للهيئات الرياضية تكون بارسالها تعقد الجمعية العمومية للهيئات الخاصة تعقد الجمعيات العمومية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة اشهر اجتماع خاص ده لا انت قلتلي ده اجتماع جمعية عمومية عادية لو انت قلتلي اجتماع جمعية عمومية عادية للأندية اللي بيتزيد عن 100 ألف يبقى انا عندي هنا 10 ألف عضو عامل هو اللي ليه انت النهاردة ايه اللي اجتماعا خاصا الاجتماع الخاص يعني ما فيش دوابط انا النهاردة الاجتماع الخاص ده يبقى اجتماع غير عادي طب انت ليه ما قلتليش غير عادي ليه ما محددتش انت ليه ما قلتليش غير عادي قصد حريك اللي ماذا لم يتم التحديد يا سيد الفاضل انا النهاردة لما جتعم في مجلس الدولة نعم دائما يفسر الناص لمصلحة لمصلحة انا اللي رافع النهاردة انت بيتقل ليا اجتماعا خاصا انت مرضتش تقول لي اجتماعا غير عاديا ليه ما قلاش اجتماعا غير عاديا انت قلت تعمل مجمد لي واعط سايب لي كل الوقت انا امتى بعمل اجتماع غير عادي لما الوقت يبقى مدهمني لما يبقى الوقت مش معايا لما يبقى فيه امر طارق اذا قلت انت مقعدني سنتين من غير القانون يبق أنت جاي تعمل الإجتماع عارف ليه يعمل الاجتماع غير عادي عشان يرفع للأندية في الاجتماع العادي من عشر تلاف لا اتنشر الف و tender أنت أنت تغيب بالك ليه أولاً كمان في حاجة أنت لجنة الأولمبية لما أنا جيت رجعت اختصاصات اللجنة الأولمبية لم أجت في اختصاصات اللجنة الأولمبية إلا ما وضعتها اللجنة الأولمبية لنفسها يعني أنا النهاردة في أغنية بتقول أنا أشكي إليك منك نعم يعني أي منطق هز Опعدين النهاردة إنت بتقول في القانون إن اللجنة الأولمبية هي اللي بتدعي الأمارة إذا كنت إنت أقيل ليه في الغيوات الرياضية اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية والاتحادات حرف العطف ده هنا هنكلمك بقى قانوني وبقى عربي يعني أنا ممكن أقول النهاردة أشيل كلمة اللجنة الأولمبية وقول لاتحادات الرياضية منين تجعلني تابع وتابع لمدبوع ومننا احنا مشترفين في كوننا هيئات رياضية وكيف اكون انا نادي اتبع لجنة انا لست عضوا بها ولست مين جمعياتها العمومية وعشان كده انا ابتديت ابتديت كلامي في الحلقة ما حدش عارف الان ديها تتبع مين يا فندم ببساطة شديد نعم الجمعيات العمومية كلمة حق يرد بها باطل انا بتكلمك واحد من ست من عضو مجلس ادارة نادي الى ان توليت رئاسة الاجتماعات مجلس الادارة وبقالي تلاتين سنة في العمل الرياضي على وعلى اني قانوني الجمعيات العمومية يا سيد الفاضل عندما تريد ان انت تعظمها اذا كنت انت كنت بتقول عشرين في المية او الف عشان تعمل الاجتماع التاني وما كانش بيجي لك يبقى ايهما اقرب للمنطق والواقع ان انا الالف اللي ما بيجينيش اخلي اتناشر وخمسمية لا ولا خلي ستة سبعة تلاف وانا النهاردة لو النية متاجهة اننا عايزها تكتمل مش اقول اتناشر ألف طب خلينا بس ناخدها واحدة واحدة يعني اذا في البداية القانون او اللايحة الاسترشادية لم يتم دراستها قبل اصدرها ده اللي بين تعرفش عن استرشاد في اللغة العربية الاسترشاد في اللغة العربية هو الاستدلال بي او الهداية بالزبط انا لكي استدل استدل يعني او الاستدلال لا يمكن ان يكون فرض الاستدلال اختياري عندما تضع لي بعض شروط الازعان على ارض الواقع الاثناشر الف وخمسمية حتى لو انت عملها لي يبقى انت بتضحك على نفسك لما انت النهاردة تيجي تقول له المهم تمضي وتمشي تتضحك على نفسك ولما انت تيجي تبعث الاستدراك كلجنة اولمبية خمسة استدراك يعني معنى كده ان انت بتعمل الحاجة وتشوف رد الفعل وتعمل حاجة يبقى اذا انت لم تدرسها فيه ثلاث حاجات مهمين انا عندي لجنة اولمبية لغيت منها شرط الجيش عند اتحادات لغيت منها شرط المؤهل لان فيه ناس عندهاش مؤهل عند الاتحادات دي نقطة مهمة جدا استسخال يعني دي نقطة مهمة جدا يعني دلوقتي احنا بنفصل اللوايح على حسب الناس اللي موجودة او الناس اللي احنا عايزينها تبقى موجودة طب او ده طبيعي ده اللي احنا بنعيشه يا سيدي اليست الاندية ابنة الاتحادات واليست الاتحادات ابنة اللجنة الولمبية كيف يختلف الاصل عن الفرق لازم توحد لي تقول لي انا مش عايز في الكل تجنيد انا عايز في الكل متاهن متوسط لكن انا المستفيد من الدورتين إلغاءهم رئيس مجلس إدارة نادي طب ممكن اسأل حالك سؤال فضل دلوقتي انا حكلم اني انا اكس وداخل الانتخابات مجلس الشعب مجلس النواب هل ينفع ان انا اخش وانا مش ما ادي لخدمة العسكرية يا سيد الفضل انت بتتكلم منطق انا اتكلم القانون يعني نمشيها واحدة واحدة هل ينفع ان انا اتجاوز بند من اهم بنور الدولة دلوقتي ان انا هل ما قدت الخدمة العسكرية ولا لا مش ده فرد لازم اقدي للدولة مش فرد ده انا قانون بيقول لي لما اجا ترشح من ضمن الشروط حسن السلوك محمود السيرة حسن السمعة محمود السيرة كيف تكون حسن السمعة محمود السيرة وانت متهرب من الخدمة العسكرية شرط ان انا اقل ان اكون سيرة محمودة وبعد كده بقى رئيس نادي وعندي الاف مؤلفة من الشباب اللي انا المفروض ابقى قدوا ليهم وانا متهرب من الخدمة العسكرية يا فندم الخدمة العسكرية هو اصلا الليحة دي او القانون بيقولك ايه الا يتعارض اي قانون مع القانون العام وفي العقوبات اللي عاملنها في البند الاخير بيقولك الا تتعارض مع اي عقوبة اشد من قانون العقوبات او اي قوانين اخرى القوانين اللاحقة يجب ان القانون العام اللي انا ماشي به لا يخل به يعني انا النهاردة في القانون العام لو رايح اقدم على وظيفة يقول انت مقدتش الخدمة العسكرية لو أنا رايح سي ما احترمنا في هيئة النظافة والتجميل ما قدرش إن أنا أدخل حتى العمل الخاص أي شرط رقم واحد وبقى قدوة يا فندم كسبك من القدوة تعالى بس نحسبها كلمة القدوة أنا زي ما بقول لحضرتك زي ما قال ابن سهل الأندلسي وما شايب رأسي من سنين تطاولت علي ولكن شايبتني الوقائع يعني الواحد شاف كتير فهي دي اللي خلاله أحد شعره نحن بنشوف حاجات صراحة غريبة يا فندم غريبة إيه حاجات شازة الغرابة شيء موجود الاستثناء شيء موجود لكن الشدود أنا لو أفصل لك بعض الحاجات اللي هنا يا سيدي أنا لم أجد في اختصاصات اللجنة الأولمبية الموضوعة من قبل اللجنة الأولمبية ما يجعلها تذهب لها ولاية على الأندية تعرف كل الانتخابات اللي كانت بتبطل أغلبها من مديرات الشباب والرياضة اللي هي الكتيرة دي قل لللجنة الأولمبية عدد موظفيها قد إيه اللي هيقدروا يجمع ده إزاي وبعدين يقول لك واليها أنت استعين إحنا هنعمل كده هنقض نلف وإنت القانون ده مش عامله علشان تغلي يد الحكومة والتدخل الحكومي أنا عندي 33 مدة تدخل حكومي مش مدة واحدة عندي 33 لا 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 يا فندم ده مش وقت أصلاحنا مش نخش في التفاصيل أنا بقول لك هو إحنا النهاردة إحنا النهاردة 30 يوم 30 هناك بعض البنوت في تلك اللائحة وفي ذلك القانون عرضة للبطلان وهناك أحكام إدارية عليا ودائر التوحيد المبادئ بمجلس الدولة في مدتين توجي بالبطلان ولكن هنترقها الوقتها بس إحنا بنحذر بقى أنا سنة وبنقول يا فندم إحنا عادنا نقول أنا بعدت بوحة صوتي وقول له هتطلع القانون إمتى طب إنت جميت القانون لإيه طب إنت في بلد من غير قانون واخد بالك من حكاة اللجنة السلاسية والكلام ده لا فيش حاجة اسمها لجنة سلاسية واللي بيخوفوك طب هذا القانون بتاع اللجنة الأولمبية ما افترضش حاجة واحدة بس حاجة واحدة للأندية إيه هي إن الأندية لا تتخطى المثاق الأولمبي بس ارجع ارجع للأندية هنا الأندية بتعمل رياضة وترويح واجتماعي ما علاقة اللجنة الأولمبية المصرية بذلك ثلاثة أنشطة ما علاقة نعم قالك اللجنة الأولمبية هي بتترأس أو تحتوي الاتحادات الأولمبية أنا نادي اكس ما عنديش ولا لعبة أولمبية تمام اللجنة دوارد دوارد ايه دوارد انت كان ده كتير مش في لعبة أولمبية ده حقيقي دوارد كيف يكون لك ولاية علي وأنا لأمارس أي لعبة تحتك مارس حاجة من نشطاتك على تاني نادي عنده ألعاب كلها بارالمبية أو ألعاب غير أولمبية وانت عامل للبارالمبية حاجة وعامل للغير أولمبية حاجة وعامل للنوعية حاجة كيف تكون أنا عزين برد نقول البراليمبيك اللي هو الاحتياجات الخاصة تمام لشان بس نوضح للجمه تمام فكيف يكون لك ولاية وأنا أصلا يعني أنا النهاردة خالد الأبرق أخطأ في التلفزيون اللي حسبنا نقبط المهندسين بحاجة فأمر الموضوع يا سيد الفاضل ببساطة متناهد عشان ما نتكلمش عن الاستثمار والكلام ده إيه موضوع زي ما قلتلك ببساطة حايزين تمر دي وبعد كده يجي يقول لك إيه جمعيتك العمومية بعشر تلاف طب تعالى يعني أنا النهاردة اتناشر الف وخمسمية خدوا قرار أي منطق يقول إن العشر تلاف الأقل في الجمعية العادية يلغي القرارات الالتناشر وخمسمية بس بس هم من الصناعية اللي حطوه من الصناعية طيب برضو هسأل حريك السؤال ده تاني تفضل لأنه سؤال مهم لأن أكيد الناس اللي بيتفرجوا علينا والناس اللي متابعة هذا اللغة وأنا هقول لغة لأن محدش فيهم حاجة هم عايزين محدش فيهم لماذا لماذا لم يتم أنا دلوقتي وزارة الشباب الرياضة وعايز المصلحة العامة وباجي بجيب مندوب من اللجنة الأولمبية واستدعي الأندية الكبيرة وصغيرة واعمل اجتماع وناقش فيه بنود حاجة إصدار أنا بصدد إصداره مش أقول أن أنا خلاص أصدرته وبعد كده أستدرك وبعد كده علم الدنيا لأ أنا بصدد للزرزيمة بيحصل في أي حتة في العالم يعني في أي حتة في العالم لو إحنا عايزين نمشي إلى الأمام ناخد خطوة إيجابية بيحصل هذا منجيب مندوب من هنا ومندوب من هنا ومنجيب الأندية ونتبحس معهم حسبما يترأى لهم لأن في الأول في الآخر الأندية ملك الجماعات العلمية لماذا لم يتم ذلك؟ أرد عليك بحاجتين هم مش عارفين ولا مش عايزين أنا بس على حركة السؤال ده لو مش عارفين هناك ألف طريقة للمعرفة وأسات زيتنا أسات النوى حرب والمستشار الزيندي ورحمة الله عليه سامح سيف اليازل عملوا قانون وعملوا ومستشار عدل الشرباجي عملوا وقدموه بس كان القانون وحش قوي ليه؟ في الثمان سنين لدرجة أننا اقترحت على الوزير كنا في الصين قلت له طب نعلي الوزير إيه رأيك؟ ما نحط الثمان سنين نضع الثمان سنين والجمعيات العمومية يعني نضعها في اللايحة الاسترشادية والجمعيات العمومية لو عايزة تلغيها تلغيها أنت أخدت بالك؟ أنا وأخد بالك أعكس يعني أنا أعكس أعكسها أضع القانون في الثمان سنوات والجمعيات العمومية عايزة تلغي تلغيها وأولاً في كلمة غريبة قوي ما لهاش علاقة بالقانون بيقولك أنا ما أقدرش في الجمعية العمومية بتاعتي أطبق الثمان سنين ليه؟ قالك أنت بتطبق بأثر رجع أولاً هنا لا يوجد شيء اسمه بأثر رجع حاجة تانية هو المهندس حسن سقري لما عمل في اللاحة 85 لسنة 2013 وعمل لك الثمان سنين أصلاً ما كانتش موجودة هي تم إضافتها أيهم أقرب للعقل إضافة مادة بدون الرجوع ولا مادة موجودة هأبقي عليها يعني أنت معايا؟ يا فندم هي داروا حوالين حكتين أو ثلاث حاجات الثمان سنين تتشال ما فيش جيش للمجنة الأنبية لاتحادات مؤهل متوسط واتحط عليها قانون طيب ممكن أسأل حريك سؤال طيب أنا لما أدور على الثمان سنين ليه؟ وليه إعفاء الخدمة العسكرية اللي هو البند اللي ما بقاش فيه شرط والجنسية مزدوعة وليه كمان؟ ما نقول حالتك وليه المؤهل المتوسط يعني إيه الفايدة من كده؟ أنا هقول لك المؤهل المتوسط هناك حكم محكمة دستورية عليا كانت رفعاء سيدة الفاضلة حرام الكابتن بوبو والكابتن الشازلي رحمة الله عليهم قال لك أن تبقى للقانون الدستور 71 المادة 40 يقول لك تساوي في المواطنين في الحقوق والواجبات ولكن أيضا هناك بعض الجهات من حقها تشترط وبعدين بيقول لك يعني دي فيها حكم بس المنطق بيقول إيه الجمعيات العمومية عندك لا تكتمل بدليل أننا خمس مرات أضاعف الغرامات عشان الجمعية العمومية يا سيدي أكثر الجمعيات العمومية بتروح عشان الغرامة النادي الأهل السنة دي في شهر ثلاثة كان الجمعية العمومية الناس صوتت لما جينا في الاجتماع عشان نناعش ملائناش العدد اللي نتناعش فيه فاعتبرت عدم اجتمال فالنهارده الحاجات دي معمولة حتة اللاحة الاسترشادية لا لو أنت ناوي اللاحة الاسترشادية كنت تتدرج لي أنا ما كانتش بتكمل من ألف صوت ما تعمل ليش 12 ونص هو بيعجز كده يعني حركة تقصر يا بيدا شابت إزعان لكن أنت أنا كنت من المؤيدين على فكرة أني ما يبقاش فيه ألف لاحة استرشادية بس تعمل لي التدرج أنا ما بتكتملش عندي الجمعية العمومية الألف أعملها لك 12 ألف وكمان يا أخي بدل لما تعملها لي جمعية عمومية بالعشر تلاف تعملها لي بـ 12 ونص وبعدين عشان لقى نفسه اتحصر فقال لك إيه لا احنا بقى قلنا له طب أي نادي هيتحمل قال لك نعملها النص صبح طب أنت عايز تشارك الأعضاء نفتح الشباك ولا نقفل الشباك طال النهار ده لما الجمعية العمومية الناس تمضي وتمشي وما بقاش عندك في الآخر دي في اللاحة دي يعني أنت عايز إيه يعني قل لي أنت عايز إيه يعني عشان أنا مش عارف بصراحة أنا بيسأل حرك لحد دلوقتي لأن أنا والناس ما عاش فيهم حاجة لا عارفه عايز يعمل إيه هو لقى نفسه عمل الهصة دي كلها عشان يقول لك الجمعيات العمومية ونعزم دورها قال لك الله طب أنا كده هغلي إيه 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 إي انت اطعم الفم. انت انت معايا. من الخلاصة هم كان عايزين يشيلوا باند الثمان سنين. واشعر ان هناك نية مبيتة لكسر بعض الاندية. من اجل ان انت صوتك يخفض. عارف المدة التلات شهور دي ليه? عشان ما تقوحش. ما انت النهاردة لو عندك الفرصة بقالك ما يصلك سنة? هتعرف تتكلم. لكن انت هو تلات شهور. فلو تكلمنا عن اللي بس الليحة فيها ادلة بطلان. وانا بقول للسادة الوزير ولو سمعني. وقل تعالوا امبرح في التلفزيون. هناك ادلة بطلان موجودة في الليحة. تفضل الفنديم. طيب انا برضو عايز اسأل حضرتك يعني بالنسبة ان بعض يعني اسمعنا من بعض اللي كان بيتقال. ان في بعض الاندية خلت التصويت على الجامعة العمومية هيبقى برافة الايدي. لا يجوز. هل لا صح? لا يجوز. وبعدين يجي عشان النادي الاهلي قال ان هو استدرك وقال انا طب انا هعمل الجامعية العمومية بتاعتي على يومين. اه. عشان اكمل النصاب اللي حرق طلبه. طمع. ويقول لك ده لا يجوز. طب يبقى الاولان يجوز وده لا يجوز ازاي? هو كان يجوز ان انت تعمل في الجامعية العمومية على الميزانية تعمل صندوقين? صندوق نعم. وصندوق لا? وصور اللي موجود صندوق لا? اصلا التصويت ده سري. يعني انا اصلا التصويت حضوري سري. يعني انا النهاردة اجي حطي لك كاميرا فيديو اعرف مين اللي قال له واطلع عينك بعد كده في الدخول. يا سيد الفاضل الموضوع في زينب. بالمزاج. يعني حتى دستور الدولة لما بيستفت عليه ما بيحصلش كده. ما ينفعش. ما ينفعش. هي القلاصة. من المعترض? وكمان لما تيجي تتكلم يقول لك ايه? الاهل معترض لاغراض انتخابية. تعال نتكلم. هو النهاردة الاهل لما يعمل التمن سنين. طب ما رئيس النادي الاهل واعضاءه لو نجحوا ما لهمش حق النزول تاني. ما لهمش حق النزول تاني. لحقيقة. ما هو خلاص. يعني انا النهاردة لما اعمل التلات سنين. بالعكس بقى. ده لو رئيس نادي قاعد في النادي مش عايز التمن سنين. ليه? كده بقى. خلاص بقى. يبقى يتوح لي ان انا اكمل وترشح مرة تانية او تالتة. لا دعرف كمان حاجة. اللي راكب على النادي وقت الانتخابات نجح بواحد وخمسين في المية. اللي اذا كان عقاري وعايز يسقط. كمان اهل لك حاجة هنا في القانون انت اودتنا ليه? تستعين بهيئات قضائية. وتجيب للموظفين. ما حد تلهمش منين. قبل كده كانوا الموظفين بيجون من مدريت شواب الرياضة. لكن لانها بقت طابعة لللجنة الاولمبية ما عندوش. هيجيب منين لللجنة الاولمبية? انت معايا? يعني انا رئيس نادي اروح اجيب بتاع الامر. واجيب بتاع النشاط الاجتماعي. والنشاط الرياضي يبقى هم اللي على السنة دي مع القضاء. انت معايا? يعني انا النهاردة اقدر اعمل في نادي. اننا نعمل اسم الاستاذ كابتنى محمد فاروق. في لجنة تمانية وخمسين. ولجنة امتين وعشرة ولجنة مية وخمستاشر. اننا نعمل السطب وتلاتة. وهنا اللي موجود. يعني يعني كل الحاجات دي بتقول مقدمة نطعن علي. وبعدين الهيئات القضائية بتعمل ايه? انا كان عندي هيئات قضائية. ومدريت شباب الرياضة والانتخابات هي الانتخابات اللي قال لها الهل مين اللي قطلها? مدريت شباب الرياضة والوزارة. ده انت كمان ايه? الوزارة والمدرية بامكانياتها? ده انت اللجنة الولمبية لسه كي جوان انتخابات. يعني هيتعلموا فينا. يعني اتفرج على كم البطلان. وهو عشان هما هيتعلموا فينا وعلى كم البطلان. برضو السؤال البديهي. طب يا جماعة ما سألتوش ليه? ما ما استشرتوش ليه? ليه ما اتمتش لجنة للدراسة قبل الاصدار? ليه ده? ليه انت تتعامل خط الازق. ماشيين باسلوب الصدمة. وبعدين ينشروا لك القانون بكرة. القانون بعد. القانون لغاية ما ييجي في مرة يقول لك. ايه القانون طيلة? عايز تعرف ان القانون ما ما خدش وقته? لما نتبعت لي لجنة علمبية خمس. كل ما يشوف النادي الاهلي اعترد. والله طب استنى انا هبعت استدرام. تيجي يشوف نادي مش عارف ايه? وبعدين النهاردة انت كل ده بصص للاندية المئة الف وكده. ده انت نازل ده انت لما تنزل تحت هتبقى فيه فضايح. لما هتنزل تحت. وبعدين تقول لك ايه? للاندية الحق انها هتعمل لويح. وفي نفس الوقت انت واضع المادة الرابعة ان اللجنة الولمبية اللي طابعة. اللجنة الولمبية هي اللي بتشكل لجنة المنازعات والتحكيم. اللجنة الولمبية بجيب مندوب عنها في النادي. انا شايف ان اللي مندوب ده هو اسباب بطلان لانتخابات. عشان انا اشتكي في الهيئة التحكيم والبتاع دي اشتكيله هو. يعني انا اروح اشتكي. من اللجنة الولمبية لللجنة الولمبية. يعني انت معي طب ازاي? مش منطقي. ما هي 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 عدم منطقيتها. لما تيجي تتكلم مع حد. انا انا في اكتر من مرة اتكلمته. اتكلمت اكتر مرة اتطب حضراتكم. ليه ما اخدتوش? اه القانون اللي قاعد حوالي سنة اللي هو حرب كان عامله. والطعام. معين راحوا قابلوا بعد ما لستهي الطائرة بوزيد ميشي. راحوا قابلوا وقال لهم القانون نصب اعيننا. ولما جينا قلنا لهم اللجنة السلسية. اتنين من اللجنة السلسية من تلاتة. رئيس زير الشباب. رئيس اللجنة للنبياء الدكتور حسن مصطفى. تخيل لما مصر لمدة سنتين يديرها تلاتة. مصر. تلات سنين يدير مصر تلاتة. مع احترامنا لشخصهم. وقامتهم فوق دماغنا. ومهما ان كانت القدرات فيها حاجات اكتر من القدرات. يعني مش هيف. يا اخي كلما ضاقت العملية احنا هي كده. ما هي احنا ماشيين حالين. هي كده وزا كان عاجبك. مهمش بيقولك. لو ما عملت ليش تلات سهور. اه اللي حلست رجب دي بتاعتها تمشي. ولو ما عملت ليش انتخابات لغاية شهر اه 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 ديسمبر. اه خلاص هحللك. لا وشوف بقى. طب الالزاميات الخاطئة دي. ما الكلام ده انتهى خلاص من زمان انتهى في العهد القديم احنا دلوقتي داخلين في 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 حاجات تانية داخلين في قصص تانية وبنود تانية و وخطة و و و و و دنيا تانية خالص في في الدولة الجديدة. الدولة الحديثة اللي احنا عملين نتكلم عنها. نا كل ده عملين بنحاول نحدث البلد. وبنحدث البلد. الرياضة دي من اهم مؤسسة. يعني اهم حاجة الواحد بيحكم على الشعوب. بيشوف مستوى الرياضة فيها وصل لي ايه. عشان تعرف الشعب ده ماشي في ان يسك. وفي الاول وفي الاخر النادي الاهلي. وحينما نتحدث احنا بنتحدث من احنا افضل نادي ونادي القرن. مش نادي سهل عشان يتم يعني تجاهله وتجاهل صوته. او وجهة نظره حتى. كلمة تجاهل دي كلمة شيك. على اساس تم معندته. تجاهل يعني دنب عنده. وبتقول عليه. وبقول على رئيسه كلام في اجتماع. يعني يعني اي منطق. لما انا كنادي اهلي. اولا انا كنت رافض اصلا ان هم يروحوا لاجنة الشباب. ليه? يا سيد الفاضل. لما اه يتقلق جملة اللي ما يعرفش يجيب. هو مش فاهم يعني ايه تمانية ونص في النية المادي. هو لو يعرف ان الناد عندها ما كانتش بيجيب الف. هيفهم يعني ايه اتناشر الف ونص. لكن هي المشكلة المشكلة الاساسية هي تحطت. وتعاملت بسرعة كده. عشان مش انت اكبرهم. طب احنا هنمشي عليك اكبرهم. فالباقي كله هيمشي. زاد. اللي هو المسل القديم اللي انا ما ينفعش اقول. اه. اه طبعا لا يدرب من الربوط. الكلام. لا لا بص. هو. هو من الاخر. عارف ان تتمسك الاهلي بالانتخابات. الاهلي لما سكت. يوم ما الانتخاباته ابطلت بسبب مدرية الشباب والرياضة والجهة الادارية. طمعوا فيه. النادي الاهلي منذ فترة. يا اخي طول عمرنا. جابوا لنا على ان الاعلام احمر. النهاردة البعض بيشتكي ان الاهلي بيهاجم. فيه اشياء كتيرة. في بعض الاحيان الناس بتفتكر الاحترام نوع من الوان الضعف. ولكن بالاحترام انت اخدت بطلات. وبالسكوت. لكن في بعض الاحيان يجب ان يكون لك صوتا. ده ده اللي حاصل. طب النهاردة الاهلي لم تكتمل الجماعية العمومية. وان كنت انا متوقع انها تكتمل. اه لم تكتمل الجماعية العمومية. وجيت السنة الجاية. طب انا النهاردة جيت السنة الجاية بالعشر تلاف بتوعي. العادية. ولغت الاثناشر الف. وحطت باندي من البنود. ان انا هلغي ده. طب ما انا هلغي تاني. اجي السنة اللي بعد. انا اخد بالك. انا السنة دي عملت التمن سنين. جات جامعية عمومية جاية امت لاغي التمن سنين. جات جامعية عمومية تالتة. امت مرجعة التمن سنين. قولي بالله عليك. اعملي. انت يا راجل لم تذكر في القانون. اي حاجة عن التمن سنين خالق. كنت وضعت التمن سنين والجمعيات تشيلها. خد بالك الفرق هنا العكس. طب احنا هنفضل لحد امت يا استيس خالد بنرقع او بنلزق او بن بنوجه اللوايح لاشخاص على حساب المصلحة العام. على فكرة دي قديمة عندنا. يعني انت لما ترجع من الفرانة ده قديم. احنا كان واحد من دول كان تحط مسيوزيل حاجات تحت بشي بسوت. يعني دي قديمة. طب انا هقول له حريك حاجة مهمة جدا. وانا بحب دايما اخد امثلة لان انا لما باخد مثل ناجح لازم اشوف هو ناجح ازاي وقال ليه ده احاول ابقى زي. فااخد حريتك مثل المانيا. المانيا اه هنا هنا في القانون الوغدين المانيا. انا اقول له حريتك بس ايه عشان برضو الناس تبقى مركزة مع احنا اصلا عاملين الجلسة الحوارية دي عشان نوصل لايه. احنا عالم 98 خرجت من بعد الدور اخرج من دور الست وشر. بعدين كاس امم الفين خرجت من دور الاول من دور المجموعات. المانيا واحدة كانت ساعتها تلاتة كاس عالم ويعني الدور الالماني والكرة الالمانية ونجوم كبار ورغم كل هذا فشل زريع. تمام. فجوم عملوا قاعدوا مع بعض الناس الالماني اللي هما ايه اه منخير في بيقول عليهم هاي نوز. طبعا. وما بيعني بيتهم مش بحد. طب احنا دلوقتي نواكب العصر ازاي. نواكب العصر ازاي. ازاي نواكب العصر. فلقوا ان في دولة هما بيصرفوا عليها في الاتحاد الاوروبي. اللي هي اسبانيا. تمام. راحت خدت نموذج هولندي في كرة القدم. وطبقته على كل الاندية. الناس كلها لما تيجي تتكلم عالدور الاسباني تقولك ده برشون الريال مدريد. ونسيوا قتلتكم مدريد اللي وصل. اتنين فاين. تمام. وخدت دور الاسباني. ونسيوا فرقة اشبلية اللي خدت الدور الاوروبي. تلات مرات ورابعة. كل ده من ايه? لان الاتحاد الاسباني لما جيه يعمل ليحة. عشان يقوي الاندية حط ضوابط. اولها ان المدربين نفسهم لازم يوصلوا المرحلة التعليمية قوية عشان يقدر يدرب المواهب اللي طلع. فاسبانيا عالية خدت اتنين يورو كاس عالم. فالمانيا راحت مقلدة كاس عالم. ودلوقتي بص الاندية الالمانية وصلت لايه? ففي الاخر وصلوا لحل. ولما جم يطبقوا هذا في الاتحاد الالماني جابوا الاندية الكبيرة. واقولهم بايرن ودورتمند ونفس القصة بالنسبة لاسبانيا جابوا الريال مدريد وبرشلون واتحاولوا معه. احنا عايزين نرتقي بالمستوى. احنا ماشيين في اتجاه غلط. نصلح ازاي? ووصلوا في الاخر انت دلوقتي حارك شايف? منتخبات المانيا بكل الاعمار مسيطرة على كل البطولات. هل ده باي لك? او من عشية وضحاها زي ما حارك قلت? لماذا احنا ما بنتخص هذه الامثلة? ونحاولنا طبق يا عم بلاش نبقى آآ زيهم. بس نبقى حتى ربعوهم. بس يا كابتن محمد. انا مزيع من اول سؤال. يعني انا عدتني اربعة وثمانين لوس انجلوس. حضرت ما يقرب من ثماني دورات اولمبية. ما شاء الله. ورحت منهم اربعة. عايز اقولك ما في دورة اولمبية الا والاخفاق فيها. ويرجع يقولك هنبدأ والبطل الاولمبي. انا طلع ما عايش كمان عشرة اتنشرة انا. وكل شوية. طب احنا برضو انا هتاخذ من حرتك بس عشان نازم نحيي السباحة فريد عصمان. اه طبعا. والبرمزية حاجة جميلة جدا. والفريق الشباب. والفريق الشباب بتاع السكواش. والفريق الصم. والفريق الصم. طبعا. دي دول دول نمازج لازم نحييهم لان الصراحة الناس دي تعملت. عارف فريد عصمان ليه خادت. عشان اعدى بر. عشان اعدى بر ما هو. كنت لسه اقول. اه. عشان بتتدرب على المنهج العالمي. مش المنهج بتاعنا. يا سيدي انت كان في يوم من الايام. يعني احنا. هيستعرف ان فيه تناقضات. سيد الوزير الرجل المحترم. استاذي الدكتور عليه الدين هلال. ده رجل درس لنا علوم سياسي. الرجل ده هو وزير مدليات اثنى. وهو ذاته صفر المنديال. صحب صفر المنديال. ايهما الدكتور عليه صفر المنديال للذي لن ينسى. طوال. ولا مدليات اثنى. اللي كانت استثناء. النجاح في الرياضة المصرية طوال العقود الاربع الماضية. كانت استثناء. مدالية الدهب بتاعة كرم. والفضة بتاعة محمد علي رضا في الملاكمة. كرم جابر طبعا المصرعة. طبعا. والبرونزية بتاعة الباس. اه. تمام. النهار ده لما تيجي. عشان تعرف ان الامور ماشية. انت نقص لك ادي ايه على الاولمبيات. خلاص. انت الى الان لسه بتنوى تفكر تعمل. وعندي مشاكل مع سارة ومحمد اهاب. سارة. سارة اسقال. بتاعة رفع الاسقال. سارة اسقال. اه. وعندي مشاكل مع محمد اهاب رفع الاسقال. وعندي لسه مشاكل. لاندي مشاكل كتير. عارف المشاكل فين؟ كله يتلقص انتخابات الانتحادات. انتخابات الاندية. انتخابات اللجنة الولمبية. الانتخابات. هو انا النهاردة اقدر اترشح كرئيس نادي للجنة الاولمبية مش من حقي يعني انا مش يعني انا مش من حقي ان انا ترشع يبقى انت منين ان انت تبقى ليك الولاية علي وانا اصلا لا ليه صوت ولا ليك ولاية علي فهي عشان عشان الخصها لك الجمعيات العمومية عايزين تعمقوها وتعمقوا دولها كنتوا تختاروا ما تقول ليش تمدي وتمشي ده الجمعيات العمومية قيمتها في المناقشة وليس في انها تمدي وتمشي قل لي ان انا اخلي لك الاندية خمس تلاف عضو ولزمني او ست تلاف عضو او سبعة تلاف عضو ولزمني ويبقى الحضور ساعة المناقشة خمسة وسبعين في المية منهم ما حضروش يبقى انت راجل لا تستحق وجودك لكن تقول ليمدي صح وغلط وامشي نظام البابلشيت صح وغلط والتكل على الله ما انسكنت الغاية المناقشة احنا بنعمل الجمعيات العمومية لكي تجتمع او يجتمع مجلس الادارة مع جمعيات العمومية اللي انتغنوا من اجل بنقشة جدوى للأعمال لكن انا لما همضي لك وامشي انت بتضحك على مين هو لقى نفسه جمد القانون عشان يقولك تعظيم الجمعيات العمومية فلقى نفسه تحط في مقزة طب مانا لازم عشان يحصل ده واذا كان القانون الزامي على الجمعيات العمومية وبيحجم الجماعة العمامية بقى هو التعظيم للجماعات العمامية يعني اللي احنا شايفينه واللي احنا عملين نتبحث فيه واللغة 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 ده كله كل دوت من اجل تحجيم الجماعة العمامية طب احنا معنا على الهاتف في الاستاذ وليدي الفيل اعودوا جماعة العمامية بالنادي الاهلم سيخير يا فندم من نورنا يا فندم محارتك محمد فروس عدى قناة الاهلم اهلم بيجرد محمد زياد احنا كنت معنا الاستاذ الاعلامي القدير والاستاذ خالد الابرق بيسلم على حضرتك زك يا دكتور اه طبعا خالد يا حبيبي ازاي زك حبيبي عاملين برق ايه معليش انا مش قدامي ايش انا خالد المهم النية يا دكتور مش شايف كويس انا مش شايف يعني انا عايز اسأل حركة فندم ايه سر تمسك اللجنة الولمبية بموضوع اللايحة السرشدية بهذه البنود والله اكافة محمد هو السؤال ده يواجه للسجنة الولمبية ما هو جاشر ايه من وجهة نظرك حريك شايف الموضوع ماشي ازاي من المنطق انت عملت لايه حديثة ويساعد اسمينا يا تفعيل جور الجماعات الهومانية انا كنادي اهلي بحق لحضرتك الهدف ان انا بحاول اجمع الجماعية الولمية بتاعتي علشان خاضر حق الهدف اللي انا وحضرتك اللي هو اتعامل عشان القانون بيجن من الاساس ولا يحق الترشدية بما يلعه ولا يحق لهم بيستموع للترشدية اللي بيحتضى عشي كده خاضر المجترض ان حضرتك بعد ما القانون تضر حضرتك بتضع عليه حق اذا اجاز ان احنا هنطبع لايه حد بخطي اطار علام اتحرك فيه انا وبقيت الانبية انما لا تتزيني بلايه هو اللي حصل النهاردة حضرتك تكاتب على الغلاف مبارا لايه حد ترشدية انما في الحقيقة انت عايز تخويلها لايه حمي الزمى وتبقي قبطك على الانبية فما كانت انتها الابريئة هي اللي بتتحكم فيها كنادي اصبح اللجنة الولمبية النهاردة هي بتتحكم ده نوع من انواع العبط يعني سواء ده ده الحقيقة وهو سلام جد سليم وغير منطقي وما يسوقش خالص يا حسن بثناء بثنين وسبعة عطاة عشرة طيب الحل ايه يا فندم من وجهة نظر حضرتك والله هي الحل بس اصدر الحل بسيط النادي الاهلي موقفه قانونا سليم بلزة مئة في المئة بلزة مئة مش بلزة تتعة وثنين في المئة بلزة مئة في المئة نعم النادي الاهلي يجب الحقق وقال يدعون لما يدعون الحل بسكان ده حضرتك القانون القانون اللي يحدد للجنة العنوبية كلهاثر اي سلطة في هو انها تحدد المنصاب وعلى فكرة حتى ده جلت لكن ترى ما جد القانون في احنا لوقتي مش بوقت ان احنا نطعم في قانون سنحترم المنصاب اللي حدده القانون القانون انت اللجنة العنوبية سلطة تحديد النصاب اللجنة العنوبية حددت النصاب باثناشرا الف وخمسونية او bel أنا كنت لسه أسألك نفس السؤال يعني كنت لسه أسألك نفس السؤال في الموضوع ده وتنادي الأهلي له حق أنه يعمل على يوم أو على يومين سأقول لحضرتك لو أعيش يعمل على الأسبوع الجمعية القانون ذكر النص القانوني اللي صدر في موضوع الجماعية عامية الخاصة رباحة حدد إنها اجتماع خاص لأن يحدد لهذا الاجتماع الخاص أي قواعد بالعكس وكمان اللجنة الأولمبية لما بعدت مرسلات من النادي الأهلي تركت لمجلس الإدارة أن يحدد شكل الاجتماع وطريقة التصوير ومكان الاجتماع تركت لمجلس دارة حقيقة طب مجلس الإدارة حدد ما انطلبتوه إيه الأسرار بالوقت يعني السؤال هو السؤال ماذا يدور المجلس الإدارة الموضوع أن يتم الاجتماع على يوم أو يومين أن يتم في الجزيرة أو ثمانية مصر أو في الفروق كلها بس نفهم إيه الضرر يعني أنا أفهم من كلام حارتك أن كده فيه تعنط مع النادي الأهلي طبعاً للموقع وما ينفعش النهاردة حضرتك تساويني يعني فكرة الاحل السؤالية دي لما تتعامل تتعامل للأمنية التي ليس لديها من الكوادر ما يستطيع عدد لاحل إنما نادي جناد الأهلي وضع لأيه حشرت فيها قامات قانونية ورياضية النهاردة عايز يسأل فيها أو يسأل فيها عضاء الجماعي العمومية حضرتك بتمنعني من تحقيق ده منفعش يعني يعني الكلام ده كلام يرسليني وبقول لحضرتك أن هي قولاً واحداً إذا لن يدافع مجلس قدارة النادي الأهلي النهاردة عن موقفه وعن جيبة النادي الأهلي فالحقيقة أنا أعتقد يعني أنهم حيكونوا في موقف حرد بالبس يعني عليهم أن يتمسكوا لأنه إحنا في موقف الضحة ليس من باب لا يزرع أحد ولا طرد قو على أحد ولا حدا فلس لكن أنا في موقف قانوني تنين وعلى اللجنة الأولمبية أن تحترم صحة موقف القانونية أستاذ وليد الفيل بشكر حرارتك شكراً جديلاً أعتقد أن الكلام في نفس السياق يا أستاذ خالد في نفس الكلام بنفس كل شيء حتى الآن موقف النادي الأهلي هو اللي سليم وحتى الآن الكل لا يفهم لماذا التعنت مع النادي الأهلي في هذه البنية حضرتك فيه أمور منشئة وأمور كاشفة ما يحدث مع النادي الأهلي عشان الجمالة ممية وما يسبقه دي أمور كاشفة للنواية بدليل أنا النهاردة لما أتمسك بالخطابات أو بالحاجات اللي بعثها اللجنة الأولمبية أنت ما عندكش في اللجنة الأولمبية في لايحتك الاسترشادية أنك بتقولي أن أنا ممكن أعود عدل أنا اللجنة اللوايح والقوانين بتنزل في الجريدة بخدها بشتغل عليه الجماعية العمومية للنادي الأهلي لم يذكر أي شيء لا في الترك لللاحة الاسترشادية أنها تقول وكانت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال في القانون بيفرق على سبيل الحصر ديقتها عليك ولا يوجد في الخطابات اللي بعثتها اللجنة الأولمبية أشياء على سبيل كلها حصارتها لي تركتلي تحديد هي حددتلي مين إيه لا تحديدتلي واحدة ما حددتليش تعمل واحدة من ثلاثة فإذا النهاردة أنت لو أنت جيت قلتلي أن الجماعية العمومية تحددلي أنها على يوم يبقى أنا لو خلفتها يبقى خلفت اللوايح لكن أنت حضرتك ما لم تقيد العام على عمومه ما لم يخصص ده القانون العام على عمومه ما لم يخصص طب أستاذ خالد سريعا هل في أي تعقيب سريع أو أي رسالة حركة عايزة توجهها النادي الأهلي أنت صح وامشي زي ما أنت في طريقك ولو الأمور وصلت لأبعد من ذلك أنا بوعد وبقول لك هناك بعض الأمور أن تنسي في الليحة دي من أساسها يعني في النهاية تهيئة لي الكلام أصبح واضح للكل أن من وضع اللائحة الاسترشادية ومن تعنت فيها لم يدرسها جيدا في النهاية طبعا برحب مرة تانية بضيفي العزيز كنت سعيد من حركة مناعية أنا اللي شرفت بك كك محمد والله إن شاء الله نشوف حركة كثيرا أنا من الناس اللي بيحب يشوفوك عمومه فاندم ده شرف لي ده حقيق شرف لي ويعني شهادة اعتز بي ربني يا خدي دي كانت آخر حاجة معنا حضراتكم النهاردة إن شاء الله حدثتها